عودة لتقارير الصحافة الأجنبية مرة تانية فكرين ستيفن اي كوك مش كده الباحث الأمريكي للدنيا تقلبت عليه من أسبوعين لما كتب مقال في الفورين بوليسي بعد مقال تاني كان كتبه قبلها بتلت أسابيع ونعقة تديه يطلع شتمه وأنا عملت الستيف منشن على تويتر ورده كلام ده كله كانت قصة كبيرة جدا ستيفن اي كوك بيرجع يكتب مقال طويل تاني النهاردة عن الأوضاع في مصر بس المرة دي مش بيكتبها في الفورين بوليسي المرة دي بيكتبها في حاجة اسمها جولزاليم استراتيجيك ترابين حاجة كده زي المنبر أرشاليم الاستراتيجي واضح أنه مركز أبحاث إسرائيلي يعني فالحيانا مش عارف الإخوة في حضيرة الانتاج الإعلامي هيطلعوا يقولوا أن مركز الأبحاث الإسرائيلي اللي ستيفن اي كوك كتب حط فيه على السيسي هو برضو الإخوان المسلمين اللي عاملينه زي فورين بوليسي ولا لا وهل يطرى ستيفن اي كوك الإخوان بيتفعوله عشان يكتب في مركز أبحاث إسرائيلي ولا لا ده برضو سؤال مهم الحقيقة لازم الأستاذ نعقت يطلع ينعق ويأكد لنا هل الإخوان وصلين لمركز الأبحاث الإسرائيلية وستيفن كوك بيقبض منهم عشان يكتب مقالات زي دي في مركز أبحاث إسرائيلية وليه مركز أبحاث إسرائيلي ينشر حاجة زي كده فيها كلام عن فخامة الرئيس المشير الركنع بفتاح سعيد خليل السيسي برضو دي نقطة مهمة أنتظر الأستاذ نعقت لما يرجع يمكن يرجع بكرة ولا بعده يكلم صروت في الإيربيس بعدما أبراهيم خدوه في المتحدة بتاعت المخابرات عشان يمسك أون تيفي خلينا نشوف ستيفن إي كوك قال إيه في هذا المقال بيتكلم عن التداول الاقتصادي في مصر وتداعياته وبيتكلم عن الوضع من 2013 لما السيسي عمل الانقلاب ووعد الشعب بالنهضة إيه التفاصيل تعالوا نشوف كده أبرز النقاط اللي ذكرها ستيفن إي كوك بيقول أن الدولة المصرية بتستخدم قدرا كبيرا من القوة ضد شعبها طبعا فشر الكلام ده مش موجود لكن هو ستيفن إي كوك شايف الكلام ده بيقول أن العنف مكلف ومحدود ومش ممكن أبدا لاعتماد عليه للأبد السيسي لا يكفي لا يملك ما يكفي من المال لشراء داعميه الأكثر أهمية فمش قادر يشتري حد تاني لجوة ولا برة وعندما يتبدد الخوف تصبح السيطرة السياسية أكثر صعوبة وبدينا نشوف حجز الخوف اللي بدأ يتكسر في الشوارع النهاردة الصبح بعدين بينقلنا على جزء اقتصادي ستيفن إي كوك وده يكون جزء مهم في النقاش مع ضفنا بعض قليل بيقول أنه من الصعب أن نرى كيف ستسدد مصر ديونها الحقيقة مش عارفين يا جماعة البلد والراجل اللي قاعد على الكرسي ده هيسدد الديون إزاي الدين العام الخارجي لمصر وفقا للكاتب 163 مليار دولار إجمال الديون 93% من الناتج المحلي الإجمالي وده خل لها تقترد المزيد لسداد الديون السابقة الحلقة المفرغة اللي محمد معي تتكلم عنها وقال أنه السيسي غير راغب في إعادة النظر في إسرافه في إشارة للمشروعات الكتير اللي بيعملها واللي منعش لازمها بعدين بيتكلم عن أن مصر بتدخل مرحلة جديدة وصفها بالمرحلة الحادة بيقول أن المصريين بيعانوا فيها من ظروف اقتصادية صعبة جدا شعبية السيسي بتتراجع البلاد على وشك الإفلاس ودي أيضا نقطة مهمة جدا لازم ناقشها مع ضيفي بعد قليل هل مصر فعلا على وشك الإفلاس والذي مبلغة من الكاتب وما هو الإفلاس ويعني إيه الإفلاس أصلا لدولة بحجم مصر يعني هنشوف سيناريو سريلانكا هنشوف سيناريو لبنان هنشوف إيه لو حصل ده ستيفن أي كوك بيقول أن البلد على وشك الإفلاس الناس بيحاولوا الفرار لأوروبا بأعداد متزايدة وإجابة السيسي أو رد فعل السيسي على كل هذه التحديات هي الإكراه والقوة ومزيد من القمع بعدين بيربط ما بين التظاهر الاقتصادي وتحول الوضع الجيوسياسي للبلاد فبيقول مصر يا جماعة بتظل مهمة جدا على المستوى العالمي بفضل حجمها وموقعها الأهمية بتاعة البلد كبلد لا تتعلق بقدرة الحكومة على أن تكون مصدر للاستقرار يعني مصر أكبر من أن تفشل كمصر كدولة لكن النظام مش مشكلة لا يعبأ كثيرون في الغرب والولايات المتحدة ببقاء النظام من عدمه ولكن يعبأوا بسقوط مصر من عدمه هي دي النقطة بيقول إيه؟ أن المخاطر بتتعلق بالمخاطر اللي تمثلها البلاد على الاستقرار الإقليمي والاستراتيجي والتظاهر اللي بتشهده مصر ده بيهدد بالتأثير سلبا على شراكات مصر القديمة بيقول كمان أن الأسئلة اتبدلت من أهمية مصر للخطر اللي بتشكله مصر فبدلا من أن احنا بنتكلم على أهمية مصر للصراع العربي الإسرائيلي أهميتها في الجهود الرامية للتغلب على الصين في المنطقة الموضوع دلوقتي بقى إجابة على أسئلة خطيرة جدا متعلقة بمصر هل مصر تتخلف عن سداد ديونها؟ ده سؤال مهم هل حكم السيسي مستقر؟ طب لو ما كانش مستقر إيه اللي هيحصل بعد كده؟ طب هل مصر يا جماعة على أعتاب ثورة؟ يعني هتحصل ثورة زي 2011؟ ولا لأ؟ طب الثورات دي أصلا لا يمكن التنبؤ بيها محدش هيعرف الثورة هتحصل إمتى؟ طب الوضع هيزداد سوق؟ ولا لأ؟ لأن القمع بيزيد وكمان حطين بعد أو الكاتب حطب بعد للتركيبة السكانية الصعبة للبلاد ودور الجيش فيها بعدين بيبدأ يقول أن مصالح الدول المختلفة اللي ليها تأثير على الأمور في القاهرة فيقارن بعدد من الدول بيتكلم على دولة الاحتلال فبيقول أن الإسرائيليين يريدون الاستقرار بغض النظر عن طبيعة النظام مصر هي الأكثر انفتاحا وديمقراطية بتشكل تهديد لدولة الاحتلال الأوروبيين بيخشون الزيادة الهائلة في عدد المهاجرين المصريين لو حصل عدم استقرار في الولايات المتحدة بيشعروا بالقلق من نفوذ الصيني المتنامي في المنطقة ومش عايزين يفقدوا مصر وحريصين على إبقاءها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية لهذا تأثير محدود لأن المصريين لا يريدون الاختيار بين واشنطن وبكين بعدين بينقلنا للكلام عن السعودية والإمارات فبيقول ستيفن كوك أنهم أقل اهتمام بالدولة المصرية وقدرتها ما بقوش قادرين أو مستعدين يحولوا أموال مباشرة للخزانة المصرية لكن السيسي لازال يؤمن ويعتقد أن الخليج هي تدخل لإنقاذ الاقتصاد لما يحين الوقت طيب الموقف الغربي إيه؟ من اللي بيحصل ده؟ الحقيقة بيقول أن ما فيش أفكار حول كيفية المساعدة في صياغة مصر أكثر انفتاحا وعدالة وديمقراطية الغضب الأخير اللي كان واضح جدا بشأن استعداد إدارة بايدن لحجب مساعدات عسكرية أقل كانوا عايزين أكثر ولم يتم الإجابة عن كيفية إجبار السيسي على جعل البلاد أكثر ديمقراطية لذلك بيخلص ستيفن كوك أن الوضع الراهن في مصر حاليا بالنسبة للسياسة الغربيين هو الأفضل لكن إجابة سؤال ماذا بعد هو ده الحقيقة الأمر المخيف بشكل كبير واللي محدش يعرفه يعرفه